في تعز تشتد المعارك وتتوسع رقعتها في المدينة ومعظم المناطق الريفية في المحافظة ففي مديرية الصلو لا تزال المواجهة العنفة على أشدها بين المقاومة الشعبية والميليشيا التي حاولت التقدم باتجاه قرية الصيار بعد أن أجبرت الأهالي على ترك منازلهم لتتخذ منها متارس ومخازن للأسلحة وفي حيفان أفادت مصادر ميدانية أن قوات الجيش والمقاومة كبدت الميليشيا خسائر كبيرة خلال المواجهة الأخيرة التي بلغت حد كسر العظم لما لها من أهمية في الإبقاء على الطريق الوحيد الواصل بين محافظة تعز ولا حج أما في المدينة فقد دارت مواجهات عنيفة في الجبهة الغربية تمكنت المقاومة الشعبية من التصدي لهجوم الميليشيا في منطقة حذران وقتلت ثمانية منهم وتشن الميليشيا منذ أسابيع هجمات مستمرة في الجبهة الغربية في إطار محاولاتها التقدم باتجاه جبل هان لكنها دوما ما تمنى بالانكسارات وفي السياق ذاته استهدف طيران التحالف العرب بمواقع الميليشيا في تلة الضنين شمال غرب المحافظة ما أسفر عن تدمير آلية عسكرية كما استهدف الطيران بخمس غارات معسكر الدفاع الجوي في الحوبان التابع لقوات المخلوع صالح أكثر من عام ونصف وتعز بأكملها تنام على المدافع وتصحو عليها في معركة دفعت فيها الميليشيا بأعتى مقاتليها ولم تجني منها سوى الخسارة اشتركوا في القناة